موسيقى الكثير والكثير من المنح الطبيعية لمصرنا الحبيبة مصر جميلة بشعبها جميلة بكل ما فيها أهلا بحضراتكم معنا ولقاء جديد وفقرات جديدة متميزة وجميلة بإذن الله دايما بنقول مصر الحضارة مصر التاريخ مصر الأصالة مصر العراقة الحقيقة كل هذه الكلمات يمكن إحنا عرفينها ولكن بنحب نفهمها أكتر وأكتر ومازالت الحضارة المصرية القديمة بتكشف عن أسرارها يوم بعد يوم والكثير من العلماء ومن الأثريين يعني أقاموا الأبحاث وقدموا الكثير والكثير من الأبحاث لإكتشاف الغاز الحضارة المصرية القديمة لأن بالفعل المعالم كثيرة ومختلفة يعني عندنا المتاحف المصرية القديمة من إقامة المسلات النحت وإقامة الكثير من التمثيل وطبعا يمكن أشهر معالم الحضارة المصرية القديمة الأهرامات الثلاثة هذه الحضارة بتمتد يمكن لأكتر من 7000 سنة وهنعرف النهاردة تاريخ وعمر الحضارة المصرية اللي تعتبر بالفعل من أقدم الحضارات الإنسانية واسمحولنا النهاردة هنركز في كلامنا أكتر عن هرم خوفه هذا الهرم الحقيقة اللي يعني ما زال بيكشف عن أسراره يوم بعد يوم وبه الكثير والكثير من الحجرات به الكثير أيضا من الممرات وكثير جدا من العلماء ومن الأثريين أجروا الكثير من الأبحاث عن كيف بني هذا الهرم وهو هرم خوفه النهاردة هنقول تقريبا كده مقييس هرم خوفه هنقول يعني إيه هي أحدث الدراسات أو أحدث الأبحاث في مجال الأثار اللي بتتكلم عن هرم خوفه لأن زي ما بنقول كل يوم الحضارة المصرية القديمة بتكشف عن نفسها عن هرم خوفه والمزيد من الأسرار عن هذا الهرم هتكون معانا فقرة مهمة وما زلنا في إطار يعني التراث المصري الأصيل والحضارة المصرية الأصيلة النهاردة هنتكلم عن حدث مهم جدا وهو افتتاح مدرسة التراث المصري في مدينة الفستات الحقيقة هذه المدرسة مهمة جدا لأنها بتحافظ على الحرف التقليدية الفنية اللي بتعبر بالفعل عن الهوية المصرية زي ما حضراتكم عارفين عندنا الكثير من الحرف التقليدية في تاريخ مصر زي مثلا الدق على النحاس زي تشكيل الزجاج زي شغل الخيامية كثير جدا من الحرف التقليدية الجميلة اللي بتعبر عن الهوية المصرية وتعبر عن عصور مختلفة مرت على مصر العصر الإسلامي والعصر الفاطمي والعصر القبطي وكل عصر طبعا له الكثير من الفنون مرتبطة به النهاردة هنتكلم عن هذه المدرسة ومدرسة التراث المصري الأصيل وافتتاحها في الفستات وكيف كان تعاون بين منظمة اليونسكو هذه المنظمة اللي معنية بالحفاظ على التراث معنية بالحفاظ على الثقافة المصرية الأصيلة كيف كان هذا التعاون وأهم هذه الإنجازات فقرات ممتعة فقرات قيمة كلها في إطار مصرنا الحبيبة والحفاظ على الهوية وعلى التراث المصري الأصيل أولى فقراتنا هتكون مع الهرم الأكبر والحديث عن أسرار الهرم الأكبر هنتلع فاصل وهنرجع مرة تانية وبسرعة ونبدأ مع حضرتكم أولى فقراتنا ومصر جميلة مشاهدين بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضرتكم أولى فقراتنا وفقرة قيمة فنية ثقافية وفقرة مهمة جدا بنتكلم فيها زي ما قلنا عن الحضارة والتاريخ وأهم معالم هذه الحضارة الأهرمات التلاتة يمكن مصر فيها الكثير والكثير من الأهرمات ولكن يمكن أشهرهم واللي يعتبروا بالفعل من عجائب الدنيا السبعة هما أهرمات خوفه وخفرع ومنقرع بنية هذه الأهرمات فوق هضبة الجيزة في عهد الأسرة الرابعة وأمر ببنيانها الملك خوفه وامتد حكمه من عام 2609 إلى عام 2584 قبل الميلاد ولكن يمكن هذه المعلومات التي عرفناها بشكل عام ولكن هنعرف طبعا معلومات أكتر وهنعرف أسرار أكتر عن هذه الأهرمات وعن الحضارة المصرية القديمة بشكل عام من خلال هذا اللقاء القيم اللي بيسعدنا وبيشرفنا فيه الأستاذ الدكتور خالد سعد مدير عام آثار ما قبل التاريخ بوزارة السياحة والآثر أهلا بحضرتك معنا يا دكتور شرفتنا ونورك أهلا وسهلا بحضرتك يعني إحنا قلنا كده بعض المعلومات السريعة يا دكتور ولكن طبعا مع حضرتك هنعرف معلومات أكتر وهنعرف أسرار أكتر لأن دايما بنقول الحضارة المصرية القديمة يعني مازالت بتكشف عن أسرارها حتى الآن إحنا المتعرف عليه في البداية بنقول حضارة يمكن أكتر من 7000 سنة تقريبا ولكن يمكن حضرتك عندك يعني أراء أخرى أو عندك معلومات نحب بقى نعرفها من حضرتك كده سريعا بشكل علمي سليم ومبسط طبعا حضارة مصر اللي هي المتعرف عليها حضارة السبع تلاف سنة بترجع للألفين سنة الميلادي والتلات تلاف سنة اللي هما التاريخ المصري القديم اللي احنا بنسميه مجازا بالتاريخ الفرعوني والفين سنة الأركيك بيريوت أو العصر العتيق اللي هو حضارة المعادي والبداري والديرتاسة والعمرة وحلوان وخلافه فالفين سنة وتلات تلاف والفين هما دول السبع تلاف سنة اللي بيتسموا الحضارة المصرية لكن احنا عندنا كم كبير جدا كبير جدا من المواقع الأسرية المعترف بيها عالميا بترجع لأقدم من كده بكتير اخر ما تم تأكيده هو النشر علمي في كتاب تبع اليونيسكو من وزارة السياحة والأثار هذا الاصدار اسمه human culture in Egypt تم تسجيل 106 موقع 106 موقع في مصر وعمرهم 500 ألف سنة العباسية العباسية ميدان العباسية في موقع 500 ألف سنة تحت كهرباء الريف عند حضرتك القصيمة في سينة فيها موقع 500 ألف سنة 500 ألف سنة وده رجع لنوعية الأثار اللي تم العصور عليها اللي بيتم تصنيفها عن طريق المدرسة العالمية اللي هي الصناعات الأشولية والشيلية اللي هي اللي احنا بنسميها الستون إيج أو العصر الحجري يعني دكتور خالد سريعا كده في شكل مبسط كيف يتم يعني التقييم أو تحديد عمر الحضارة أنت عند حضرتك لغاية 14 ألف سنة بيتم تحديد الكلام ده عن طريق كربونة 14 لكن عند حضرتك اللي أقدم من كده بقى يعني مثلا في ممر قلدفاي في تنزانيا تم الأثور فيه على جزء من سكال أو جزء من فك بتاع هيكل عظمي تم تأريخه بـ 2 مليون وتسعمية ألف سنة وإنسان 2 مليون وتسعمية ألف سنة اللي هو أقدم هيكل عظمي تم الأثور عليه اللي هو إنسان لوسي الإنسان؟ إنسان لوسي لأن رئيسة البعثة الأمريكية كانت اسمها لوسي فسموا الهيكل العظمي على نفس الاسم كان جنب هذا الإنسان أدوات التصنيف بتاع الأدوات يعني حضرتك سألت سؤال على أي أساس إحنا بنقرخ هذه الأدوات نسبة لطريقة الصناعة طريقة الصناعة الفرق ما بين الصناعة البشرية وأي منتج صخري أو حجري ما بيبقاش مصنع أو طريقة أو شكل تصنيعه شكل الصناعة البشرية ما بيديش الويف أو الموجة الموجة دي دلالة على إن الإنسان أمع عقله في صناعة الحجر فطرق طرقة فطرقت في هذا الحجر تأثير الموجة وعندنا بقى تصنيف الصناعات الحجرية دي تصنيف عالمي مش مصر اللي حطاه طبعا وبيدرس في جامعة كولين في ألمانيا وبيدرس في السوربون وبيدرس في معظم جامعات العالم طبعا هو يعني موضوع كبير أكيد يا دكتور وتفاصيله كتير ولكن حبينا كده نلقي الضوء بشكل سريع يعني طيب نركز بقى في كلامنا عن الهرم الأكبر يا دكتور وهو هرم خوفه برضو بنقول يعني أسراره كتير جدا من العلماء ومن كبار الأثريين بيدرسوا الأهرمات التلاتة كلمنا حضرتك تحديدا عن هرم خوفه وكيف كان بناء هذا الهرم البعض بيقول رفعوا الحجارة اللي بتزن أطنان دي من خلال ممرات يعني سمعنا بعض الأراء مثلا من خلال ممرات تم إقامتها لرفع هذه الحجارة والبعض كان ليه أراء مختلفة يعني طيب خلينا بس نقول أول حاجة هو ليه الهرم الكبير تم اعتباره أحد عجائب الدنيا السابعة تمام هو العجيبة الوحيدة البقية حتى الآن ليه بقى؟ لأن أي عمل معماري على وجه الأرض اسمه عمل معماري فيه نسبة خطأ الهرم الأكبر هو أقل عمل معماري على وجه الأرض فيه نسبة خطأ واحد من عشرة في المليون واحد من عشرة في المليون نسبة الخطأ في بناء الأرض فيعتبر أكمل عمل معماري على وجه الأرض ده من ناحية العمارة وبالتالي اعتبر المهندس الذي قام بإنشاؤه اللي هو حم يونو اللي هو التمثال بتاعه موجود في متحف هلد سايم في ألمانيا ايه؟ يعتبر هذا المهندس هو أحسن مهندس معماري في الكون حتى الآن يا سبحان الله مش المصريين اللي بيعتبروا الجمعية الدولية للعمارة ماعتبر المهندس حم يونو أحسن مهندس معماري على وجه الأرض حتى الآن لأنه هو من قام بإنشاء بالزبط نيجي بقى الموضوع الكتل الحجرية طبعا حضرتك احنا دلوقتي بيصعب علينا فكرة تصور كيف قام المصري الأدين بنقل الكتل الحجرية ايه؟ طب خمسة واربعين طن وهو ما عندوش وينش كيف تم رفعها؟ طيب أقول لحضرتك التمثال بس ألم بتاع رمسيسي التاني اللي كان موجود في محطة رمسيس ايه؟ وزنه اتناشر طن كتلة واحدة طب ما احنا عندنا تمثال في ميت رهينة وزنه تلتميت طن كتلة واحدة طب ما احنا عندنا تمثال تاني في الرمسيوم في الأقصر كان وزنه ألف طن كتلة واحدة أكبر تمثال منحوط في الكون وزنه ألف طن اللي هو نهار سنة اتنين وخمسين قبل الميلاد في زيتزال طب ألف طن ينقلهم ازاي؟ اه صحيح اه إن لم يكن المصري القديم توصل إلى نظرية التفوق مش هيقدر ينقل الكتلة اي إن لم يكن المصري القديم توصل إلى نظرية الاحتكاك إن هو لما يقلل الاحتكاك ما بين جسمين يسهل الدفع أو الجر آه وبالتالي المصري القديم كان بيعمل مجموعة من الطرق الطرق دي الكتلة الحجرية لها وزن فالطريق لازم يتعمل من مدكات من الزلط وعلي زيت والكتلة الحجرية لحد كبير بتبقى مصنفرة فتسهل عملية الدفع أو عملية الجر آه بالإضافة إلى إن ده ثابت من خلال إن المصري القديم تم الكشف عن مجموعة من السلندرات الخشب كان بيودع عليها الكتلة الحجرية اللي هي فكرة العجلة آه يبقى المصر القديم نل الكتلة الحجرية ما كانش بيمسيل له صعوبة طيب وارتفاع الكتلة الحجرية يعني نل الكتلة ouais الارتفاع ده عن طريق الممارات اللي هي كانت بتلف حولين الممارات الطرابية اللي كانت بتلف حولين الهارم آه وبعدين الهارم كان واصل لغاية قمةه مغطة بالرمال وبعد كده بيجي المصر القديم يعمل إيه؟ يعمل الكساء الخارجي الكساء الخارجي ده من الجرانيت يعني هو لازم يصل إلى قمة الهرم وبعدين ينزل بقى من قمة الهرم لغاية أرضية الهرم وهو نازل يزيل الرمال لغاية ما يصل إلى الشكل المتعرف عليه ده زي فكرة السقالة أنت عندك عمارة حضرتك 30 دور بتبيضيها زي من بره عن طريق السقالة وانت نازلة بقى بتفك السقالات وبتنزل لغاية تعالي يعني طبعا هو حضرتك شرحتها لنا في شكل مبسط جدا لكن بالتأكيد هي محتاجة يعني دراسات علشان برضو نوصل للفهم السليم ولكن ده أحدث أو أدق ما توصل إليه كبار العلماء لمعرفة كيف تم بناء الأهرام أنا بس عايزة أوضح لحضرتك أن عمارة الأهرامات عمارة مش جديدة على المصر القديم يعني هو العالم بيعتبر الهرم وعمارته من عجائب الدنيا لأن المصر القديم استطاع أن يبني ما لا يقل عن 2 مليون كتلة حجرية في هذا البناء اللي هو الهرم 2 مليون و300 كتلة حجرية أي هذه الكتل ما فيش بينها مادة ربطة ما فيش مادة سمنت بينها طب ده دليل على إيه أنه هو كان لما بيجي يحجر الكتلة الحجرية كان بينزل من الكتلة الحجرية أثناء تقطعها التراب بتاعه أو ناتج التقطيع ناتج التقطيع ده بيحط عليه مادة أضوية ويلسق بها الكتلة الحجرية بعد فترة المادة الأضوية بتتحلل ويتحول الحجر كما لو كان كتلة واحدة يعني الهرم كله بيعتبر كأنه كتلة واحدة لكن الهرم باعتباره في هضبة الجيزة فهو قريب من منخفض جبل قطراني ومنخفض جبل قطراني هو أكتر حتة في جمهورية مصر العربية فيها نشاط زلزالي فهذا البناء استحمل ضربات من الزلازل في فترة خمس تلاف سنة وبالتالي وقع أو سقط منه أجزاء من الكساء الخارجي ولزال مثلا الهرم التاني لزال جزء من الكساء الخارجي موجود عليه بالإضافة إلى انهيار طبعا أجزاء كبيرة من أهرمات أخرى كانت أقل تماسكا لا يعني بالفعل يعني هي عبقرية مصرية يعني زي ما بنقول تحمل الكثير من الأسرار حتى الآن يعني شوف حراك بتكلم عن هذه الممرات أو هذه الطرق وهذه النظريات اللي هو اكتشفها المصري القديم ما كانش طبعا لسه بقى يعني العصور المتقدمة علمية اللي احنا فيها دلوقتي ولكن قدروا أن هما يوصلوا لهذه النظريات العلمية اللي على أساسها تم بناء هذا المبنى الضخم أو هذا الهرم اللي زي محرك أشارت يعني الألاف منها السنين طيب اسمحني نتكلم عن الملك خوفه بقى يعني إيه اللي خلى الملك خوفه يفكر في بناء هذا الهرم هل هو كمجرد ذكرى كمجرد مقبرة يعني إحنا بنقول إنه هو بيحتوي تقريبا على عدد من الغرف بيحتوي أيضا على الكثير من المرات على بهو كبير يعني إيه اللي خلى ممكن ملك كبير زي كده يفكر في بناء هذا الهرم طيب خليني أقول له حضرتك بس على مفاجأة مفاجأة من العيار التقيل أكتر يعني مفاجآت كثيرة محدش عرفة كثير أنت عارف حضرتك البناء المعماري بدون مادة ربطة بناء المعماري بدون مادة ربطة موجودة في مصر من 4500 سنة يعني قبل الملك خوفه بألفين سنة موجودة عندنا في منطقة أسماء عين حضرة عندنا 86 بيت مبنيين من عصر الحجر النحاسي بدون مادة ربطة وأصعب كمان من الملك خوفه لأنه هو مباني دائرية ومثقفة في منطقة إيه حضرتك؟ عين حضرة في جنوب سينة وعندنا في سلاف وعندنا في حبران وعندنا في حلايب وعندنا في شلاتين لكن يمكن ليه مش واخدة نفس الشهرة اللي واخدها الأمروان التقليلية؟ لأن الأماكن دي ما تحطيش على خريط السياحة وبالتالي مش واخدة الشهرة بتاعتها زي الملك خوفه الحاجة التانية بقى احنا عندنا حاجة اسمها تطور بناء المقبرة يعني زي أي نوع من أنواع التكنولوجيا الحديثة دلوقتي حضرتك في الموبايل عندك موبايل زراير اتحول للموبايل بيتفتح اتحول للموبايل تتش اتحول لواتفر برضو في تطور لبناء المقبرة معمريا اتحولت من حفرة لتحولت لحفرة عميقة بيضوية لتحولت لبير والبير له غرفة جانبية ثم له غرفتان ثم له بناء علوي فاللي احنا شايفينه ده اللي فوق ده ده اسمه البناء العلوي للهرم لكن هو فيه جزء اسمه البناء الصفلي الهرم بقى فيه أكتر من إعجاز أي معمريا ونحنقول كمان تكنولوجيا العمارة ان انت حضرتك توصالي بتكنولوجيا العمارة في فترة الأسرة الرابعة في الدولة القديمة ده طبعا سابق لكل الحضارات اللي كانت مواكبة لك نمرة واحد الهرم فيه ثلاث غرف غرفة صفلة وغرفة وسطة وغرفة علية الغرفة العليا اللي فيها تابوت الملك خوفو والغرفة الصفلة اللي بتسمى خطأ بغرفة الملكة والغرفة تحت اللي بيسموها غرفة الوينش طب بص حضرتك الغرفة الصفلة ليها ممر طوله 128 متر محفور محفور في الصخر في قلب هضبت الجيزة مش مبني طيب الغرفة اللي في الوسط كانت مؤمنة بطريقتين اتنين لما حضرتك تمشي في الممر بتاع الغرفة اللي في الوسط دي هتلاقي في منتصف الممر بتاعها هتلاقي فيه سقب في منتصف الممر والسقب ده كان بيغلق عن طريق باب دوار وفي نهاية الغرفة أول ما تيجي تخش الغرفة هتلاقي برضو فيه نفس السقب كان بيغلق بكتلة حجرية زي بروز بتوضع في أرضية الغرفة يستحيل معها فتح الغرفة طب لما تيجي للممر العلوي الممر الصائد هتلاقي على الجوانب بتاعت الممر الصائد فيه نيشات النيشات دي كانت بتاعبار عن سقطات لبعض الكتل الحجرية الغالقة للممر هتيجي قدام غرفة الملك هتلاقي بيت المتاريس عبارة عن غرفة فيها تلات متاريس وزن المتراس الحجري الواحد اتنين تن من الجرانيت بيقفلوا وراء بعض حتى يؤمنوا غرفة الدفن بالإضافة إلى أن غرفة الدفن كانت مبنية من الجرانيت ومتسقفة بالجرانيت فيعتبر العمل المعماري متكامل فوق غرفة الدفن فيه خمس غرف بينتهوا بغرفة جملونية اللي هي لتوزيع أحمال وسوق للكتل الحجرية خارج البناء إلى جوانب البناء دي عمارة لم تكن موجودة في أي فترة زمنية أو حضارة مواكبة صحيح يعني فعلا يا دكتور لما بنقول مصر الحضارة ومصر التاريخ يعني لنا أن نفخر بحضارتنا العظيمة ويعني بهذا أقول التقدم العلمي اللي كان بتشهده الحضارة المصرية يعني في ذلك التوقيت وهذه الأمور اللي حضرتك أشرت إليها هي فعلا أمور دقيقة جدا أنا مش عايزة أخش لحضرتك في تفاصيل أقصر دقة لأن العالم برا يعني فيه قسم كلية الهندسة في جامعة كولين في ألمانيا بتدرس بتدرس فصل كامل عن كيفية تقطيع المصري القديم للأحجار المنارية صحيح تستحق الدراسة فعلا يا دكتور تستحق الدراسة عموما إحنا بالتأكيد هيكون لنا لقاءات قادمة مع حضرتك لأنه بالفعل معلومات مهمة جدا ويعني معلومات شيقة لازم نعرفها عن حضرتنا المصرية القديمة الأستاذ الدكتور خالد سعد شرفتنا ونوردنا يتفقد على هذا اللقاء القديم شكرا لحضرتك مشاهدينا الكرام هنتلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية وما زال الحديث مستمر عن مصرنا الحبيبة عن الحضارة عن الهوية المصرية وهنتكلم عن افتتاح بيت التراث المصري اللي يعتبر بمثابة مدرسة مدرسة للحفاظ على هويتنا المصرية الأصيلة فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونواصل لقاء